بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار معكم مازن المصري كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم على كل الناس في جميع الدول العربية وتحياتي لكل المتابعين اللي متابعيننا دايما على قناة مساء الاخبار قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه جديد من الزرار الاحمر اللي مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات ده لكل المشتركين والناس الجديدة علشان يوصلكم مننا كل جديد بأمر الله الفيديو النهاردة علشان ما اطولش عليكم توقعات لدولة عربية التوقعات دي يعني مش عايز اقول ان هي بنسبة كبيرة ممكن تحصل يعني ولكن العلم عند الله في الاول وفي الاخر وزي ما احنا بنقول لا يعلم الغيب الا الله في كلام كده بكرره في معظم الفيديوهات علشان الناس يعني تفكر فعلا بالطريقة اللي احنا بنفكر بيها احنا بنقول توقعات وفي الاول وفي الاخر الحاجات دي تحصل او متحصلش العلم عند الله فلو بكرر معظم الكلام في الفيديوهات ياريت بس الناس تسمع الفيديو للاخر علشان تفهم الفكرة العامة اللي احنا بنتكلم عليها دايب الدول العربية اللي بنتكلم عليها هي يا اما دولة فلسطين وتحياتنا لكل اهل فلسطين ودولة سوريا الدولتين دول ممكن يشهدوا على الحدود ضربات عسكرية من الحرث السوري وتدخلات لاسرائيل ورد رادع في الفترة القادمة وده باين من الهالة اللي موجودة في دولة سوريا طيب دولة سوريا هي الارجح اللي ممكن يحصل فيها وفي دولة تانية ولكن دي نسبتها ضقيلة جدا وهي عشرين في المية ان ممكن يحصل فيها بعض الانفجارات وتدخل اسم اسرائيل فيها وهي دولة لبنان يبقى كده بنتكلم عن ثلاث دول وهم فلسطين وسوريا ولبنان تحياتنا لكل هذه الدول العربية واهلهم اللي بيتفرجوا علينا في قناة مساء الأخبار متابعين كتير موجودين وتحياتنا كمان للسوريين والفلسطينيين ولكل الناس اللي متغربة بعين عن هذه الدول في جميع الدول أوروبا طيب الكلام ده مبني على توقعات وعلم الحرف والرقم احنا بنقوله لكل الناس من ضمن التوقعات اللي ممكن تحصل هي بعض الثورات في دولة عربية وبعض الثورات دي بنقصد بيها تقلبات مش صورات بالصفة كبيرة ولكن هي ممكن تكون بداية لانفجارات داخلية من شعوب معينة عربية وأقصد بكده في كلامي علشان الناس تفهم الكلام صح هي بعض الانفجارات الداخلية من غلاء المعيشة غلاء المعيشة ورجاء وكلمت قبل كده عن دولة لبنان والفترة الماضية شفنا للأسف للأسف زي ما توقعت حصل وازم من فضل ربي يعني ان احنا بنقول الكلام بيحصل ولكن احنا لنا تمنى الا الخير لكل الدول العربية برضو زي ما بقول في كل الفيديوهات حصل بعض يعني سوء الاقتصاد وانهيار في الاقتصاد الشعب اللبناني من ضمن الدول اللي انا خايف عليها الله يحرصها طبعا الله يحرصها فيها مشاكل ولكن انا متوقع لها بحاجات للأسف في الفترة القادمة وخصوصا في شهر تمانية القادم هي دولة اليمن انا عارف ان فيها برضو دول اللي انا بقوله مش جديد ولكن شهر تمانية ممكن يكون من اسوأ الشهور في 2021 على دولة اليمن اقتصاديا وبعض السلع مش هتكون موجودة وشايف بكال الاطفال في دولة اليمن وتحيات الاهل اليمن برضو وعزرا على هذه التوقعات الساعة ولكن احنا بنقول هذه التوقعات بما يرضي الله ولكن في الاول وفي الاخر الله هو علام الغيوب احنا بنقول هذه التوقعات تحصل او متحصلش ده في دين ربنا من ضمن الدول اللي تزداد في الازدهار وهي دولة الجزائر دولة الجزائر شايف لها انقضاء فيروس كورونا ولكن احنا بنقول اه الله علام الغيوب واحنا نتمنى هذا التوقع الجيد وشايف كمان في دولة الجزائر اه بعض اه يعني الاماكن التي تنتشر فيها او تزدهر فيها السياحة وهذا بعكس كل الدول العربية في هذه الفترة اه شايف منطقة في الجزائر مزدهرة جدا برجال الاعمال وبداية لمشروعات جيدة ومشروعات جديدة في الجزائر من ضمن كمان اه المشاريع التي ستقام في الجزائر اه هي بناء اه مباني ضخمة ومباني عملاقة شايف في الجزائر اه ما يقارب من حوالي اه اربعين او خمسين مبنى اه هيغيروا شكل اه الجزائر ككل اه وشايف كمان اهل الجزائر في عودة لاهل الجزائر من الخارج يعني بنقول ان دي اه اشارة كويسة جدا ان هو اه زي ما بنقول كده بالعربي او بالمصري ان اه يعني البعيد هيقرب تاني البلد و اه ودي حاجة مبشرة وحاجة جيدة في ناس غايبة كتيرة من دولة الجزائر هترجع وهترجع بفرح وهترجع وهتدخل عملة كويسة للبلد اه شايف الجزائر شبيهة بدبي اه والله اعلم يعني اه ده ممكن يكون بدايته في هزي العام يعني ممكن الناس تقول لا بعيد ان يحصل كده ولكن مفيش حاجة بعيدة عن عن ربنا وهذه مجرد توقعات والعلم عند الله اه من ضمن الحاجات برضو اللي لازم اتكلم عليها في هذا الفيديو علشان ابقى كده وفيت اه اه حق الدول اه دولة الكويت دولة الكويت شايف فيها اه الفترة القادمة في اسم كبير في الكويت هيقع وينهار اسم كبير اه من اه الاسامي القوية في الكويت اه في اسم تاني في الكويت اه مظلوم وهيرجع له حقه في اسم مظلوم وهيرجع له حقه اه وفي حد او احياء ذكرى اه احد اه الملوك في اه الكويت اه ودي هيكون لها اشارة كبيرة جدا عند الشعب الكويت وتحياتنا لكل الكويت والجزائر وكل الدول العربية اه بتكلم برضو عن في هذا الفيديو عن دولة مصر دولة مصر انا قلته بتكلم في مشروعات قادمة اه لدولة مصر ولكن في بعض القرارات اه الغير اه يعني مرغوف فيها اه في شعب مصر مش هيبل بقرارات معينة ولكن دي هيكون في الصالح العام اه في الفترة القادمة اه انا شايف ده المصر هيبقى فيه حاجة زي الزجزاج طلعة ونزلة اه ممكن تكون في الاشهر القادمة ولكن اه مع دخول الشتاء القادم او الشتاء القادم اه الكرارات دي هتكون في صالح اه شعب مصر كله شايف فرح في الجيش المصري اه فرحة كبيرة واه احساس بالانتصار في شعب مصر طبعا بلدي وبحقيق كل مصري وكل الشعوب العربية اه اذا كانوا اه داخل بلادهم او خارجها اه وانا خوفي في فترة قادمة على العرب خوفي على العرب المقدمين خارج الدول العربية اه ربنا استرها عليكم بامر الله وانا في كل فيديوهاتي بحظة اه وربنا معاكم واعينكم وان شاء الله محصنين بامر الله وباسم الله اه باشكركم جدا كان معاكم مازن مصري اه من قناة مساء الاخبار وتحاية كل المتابعين اللي بيشوفوا الفيديو اه من الاول للاخر بحقيقوا جدا وتحياتنا لكل الناس وكل المتابعين اه ما تنسوش اه دعمنا بان ان انتو تدوسوا لايك للفيديو اه تعليقاتكم اللي بتهمنا جدا بشوفها تعليق تعليق كل واحد واحدة باسمها بحييكم جدا وبشكركم ورمضان كريم وسنة سعيدة عليكم بامر الله وعيد سعيد مقدما شكرا واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة